جولة في الصحف الوطني على قناتكم قناة أسفقود أهلا بكم ونستهل جولة نهاتي من جريدة الأخبار التي كتبت في إحدى عنوينها لبداوي يطلق صفقة الإنارة بـ 235 مليون بعدما ألغاها وأغرق آسفي في الظلام في خطوة مناقضة لقرار سابق وأن اتخذه أطلق عبدالجليل لبداوي عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية طلب إعلان عروض أتمان مفتوح خاص بصفقة صيانة الإنارة العمومية بعدما رفض تجديد عقد تدبير هذه الصفقة التي كانت تحت إشراف وكالة رادس لتوسيع الماء والكهرباء بغلاف مالي يصل إلى 300 مليون سنتيم في السنة جريدة الأخبار كتبت أيضا محاكمة رئيس جماعة من البام أمام جناية مراكش من أجل تبديد أموال عامة من المقرر أن يمتل صباح اليوم التولتاء أمام غرفة الجناية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش عبدالرحيم الكامل المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الجماعة القروية واحد سيد إبراهيم بضواحي مراكش وذلك بعد متابعته رفقة مقاولين من أجل جنايتين تبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة جريدة الأخبار كتبت أيضا تحقيق في اختلالات والتحرش بمعدة تكنولوجيا التطبيقية بسراغنة علمت الأخبار من مصادر مطلعة أن لجنة التفتيش مركزية حلت الأسبوع الماضي لمعدة تكنولوجيا التطبيقية بمدينة قلعة سراغنة وذلك في أعقاب توصل الإدارة المركزية لمكتب التكوين المهني وإن عاش الشغل برسالة مجهولة تؤكد وجود اختلالات تدبيرية وتحرش جنسي بطالبات متداربات وبحسب المصادر ذاتها فإن اللجنة المذكورة استمعت إلى مدير المؤسسة وبعض مساعدي في شأن الاختلالات الواردة في الشكاية المجهولة أما جريدة الصباح فكتبت خالد الرقيق وكيلا للملك بابتدائية مراكوش جرى أخيرا تنصيب خالد الرقيق وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بورززات سابقا في منصب وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بمراكوش خلفا لعبد الحق النعام الذي عين محاميا عاما لدى محكمة النقط في إطار الحركة الانتقالية التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماع دورته الأخيرة إلى جريدة المساء والتي كتبت اعتقال سائق ومساعده وحجز سبعة أطنان من الملابس المهربة بقلعة سراغنة ضبطت دورية العناصر الدركة الملكية التابعة للمركز الترابي بقلعة سراغنة مجموعة من السلع المهربة على متن شاحنة كانت تسير بجوار ساقية زرابة قادمة من الطريق الرابطة لجماعة المربوح بالطريق الوطنية رقم تمانية في اتجاه بني ملال وعلمت المساء أن رجال الدركة الملكية التابعين للمركز الترابي تمكنوا خلال توقيفهم لسائق الشاحنة القادمة من مدينة جرسيف بعدما رفضوا تسلم رشوة منه من أجل السماح لأب مواصلة السير وتفتيش ما بداخلها بهذا مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية جولة في الصحف الوطنية لنهار هذا اليوم في أمان الله بل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا ومعناه فلاشين يوتيوب وبرتجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش دروجهم